والحديث الآن على الخبر الأبرز في الأمس وهو بداية تنفيذ أو إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزم للحماية الاجتماعية الجديدة اللي أعلنها رئيس الوزراء بالأمس بتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهيبدأ تطبيقها في الشهر المقبل هذه الحزم الخاصة بالحماية الاجتماعية بتكلفة بتقدر ب67 مليار جنيه سنويا وبتستهدف في المقام الأول تخفيف أي تدعيات سلبية على المواطن بسبب أزمة التضخم العالمية خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي أماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ صباح الخير يا سيدا مات صباح الخير يا سيدا مات سيد ما دعوز عرف حريقة تباعة حزم الحماية الاجتماعية اللي تم إطلاقها بالأمسة والإعلان عنها إزاي وتحديدا رفع الحد الأدنى من 2700 جنيه ل3000 جنيه هو قرار مهم جدا وقرار أنا أظن الصادة بتاعه مهم كان مفاجئ من حيث سرعة التوقيت أنا أعرف أنه فيه حزم جاية في الطريقة ومساعدات من الحكومة لمساعدة الناس في هذه الفترة الصعبة لكن لم أكن أتصور أنها تأتي في هذه السرعة بعد يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي يعني فيه ترجمة وتطبيق فعلي للنقاشات والقرارات اللي موجودة في الشرع المصري طبعا عدد كبير جدا من المواطنين المصريين قد لا يفهم في لغة الاقتصاد ما يعرفش يعني تضخم ولا مؤشرات كلية ولا فائد أولي مش يبقى مهتم ولو هتم يعني هيقول لك طبعا إيه اللي هيعود عليهم يهموا اللي يبقوا الشرط المواطنين يهموا في بعض المواطنين أو بزء كبير من المواطنين التفكير العام بتاعه هو ما الذي سوف أحصل عليه حياتي هتنعكس وهتتغير إزاي فبالتالي الحكومة المصرية تحركت بسرعة شديدة جدا في هذا الموضوع واتخذت حزمة أظن هي الأكبر والأهم منذ فترة طويلة جدا وده بالنظر إلى أنه التضخم العالمي كان شديد جدا مصر تضررت منه ربما بسرعة أكبر من عدد كبير جدا من الدول وبالتالي كبر هذه الحزمة ربما يفصل له أن الحكومة استشعرت أن غالبية المواطنين خصوصا من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة عموما دفعت تمن كبير جدا فجاءت هذه الحزمة قوية وإلى حد ما معقولة والتكلفة بتاعتها طبعا زي ما حدثت تفضلت 67 مليار جنيه مفروض ستدفع أيضا من البيزانية بس من عمل الدولة أنت طبعا فيه جزء هيروح الرفع الحد الأدنى للأجر بالنسبة للحكومة والقطاع العام أو قطاع العمال العام من 2700 إلى 3000 فيه علاوة استثنائية 300 جنيه فيه استهداف لأنك أنت بتمد عدم زيادة أسعار الكهرباء لحد آخر 6-23 صحيح وقبل كده بالمناسبة طلع تسهيلات تانية فيما يتعلق بتكافل وكرامة من حوالي شهود ضفة عدم من الأسر بالضبط يعني أنها تصل لخمسة بليون شخص كل دي إجراءات أن أنت بتستهدف الحد من التضخم لأنه التضخم اللي حصل في مصر وفي العالم كان كبير بسبب الأزمات المتكررة من أول جائحة كورونا ثم تتعايات الحرب الروسية الأوكرانية وفيه كمان جزء اسمه خطير جدا وهو تعطل ثلاثة الإمدادات فيه وفيه حرب تجارية اقتصادية كبرى بين الصين والولايات المتحدة يعني فيه جزء عسكري بين روسيا والغرب لكن فيه جزء اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة ده سبق كل المشاكل ده من أيام تراب لو نتذكر كان بيأخذ قرارات أنه يفرض ما عرفش 200 مليار دولار رسوم جمهورية على الصادرات الصينية ليه؟ لأنه عنده عند الولايات المتحدة عموما إحساس أن الصين سوف تتفوق اقتصاديا وتصبح الدولة الأولى أخذ الأسواق فبيحاولوا يعملوا كل الحيال عشان يؤخروا هذا الأمر أو يمنعوا وربما بيحاولوا يستفزوا الصين لصراح في تايوان الصراح دول صراح قوة كبرى الأفيال تتصارع وحينما تتصارع الأفيال فإنما يدفع الثمان مين العجب العجب هو العالم التالي تقريبا كله فبالتالي سلاسل الإمدادات لما تتعطل لما الكورونا تقفل بعض المدن الصينية المهمة جدا لما يبقى فيه حروب في المنطقة أو في العالم ففيه حاجة اسمها التحوط أن أنت أول حاجة على سبيل المثال الأمح الأمح لما الحرب قامت ما طلعش من الحقول الأوكرانية صحيح ولما طلع بصعوبة السفن عشان تحمله بتأخذ فلوس أكتر وتأخذ حاجة اسمها تأمين أكتر وتحوط أكتر فالسعر بدأ المكان 275 دولار للطن في لحظة بقيه 550 صحيح بدأ ينزل دلوقتي بس الفرق في السعر ده من اللي بتتحبله الحكومات في جزء منه عجزة في موازنة أو زيادة عجزة في موازنة والمواطن لما بيراح يشتري رغيف العيش لما كان بيشتريه بربع جنيه بقيه بخمسين واللي بخمسين بقيه بخمسة وسببين وعشان كده شعرنا بموجة الغلاء اللي بتكتح العالم كله وبالإضافة بس مش أنها موجة غلاء فقط لنقص في السلع ونقص في المواد الأولية لما يجي نقول بقى 67 أنا بس يا منا أنا ياسف الجزء إنه هو الصراعات العالمية الناس كلها بتدفع تمانا شئنا أم أبين فده تطور بيحصل يعني حتى لا يبدو الأمر أنني أبرر أنه فيه أجزاء سببها الأساسي هو تضخم مستورد من الخارج لكن فيه جزء ممكن بسياسات بعض السياسات الداخلية اللي احنا المؤتمر الاقتصادي كان هدفه أنه يقف عليها أو حتى الحوار الوطني في الأيام الجاية إن شاء الله إزاي نقدر نشوف سبب المشكلة ديه بالضبط عشان نقدر نحنه ونتعامل إحنا إلى أن يتم هذا الدولة المصرية خدت إجراءات فعلا لمحاولة دعم المصريين ولمحاولة دعم أو للحد من الشعور بالغلاء الموجود 67 مليار جنيه هتكون تكلفة على الموازنة العامة للدولة كيف سيتم تدبرها أو متخيلين أنه كيف سيتم تقدمها للمواثنين بص هو الأمر يشمى لحد كبير جدا يعني رب أسرة عنده أسرة من عشر أولاد والزوجة 11 يعني فريق قومي وبالتالي هو عنده ميزانية محددة الدخل الكل للأسرة هفترض أنه هو عشر تلاف جنيه والعشر تلاف جنيه دي يعني بيقضيها بيشتغل تلس شغلانات فجأة الاحتياجات دي قفزت بيئة عشرين ألف لكن الدخل ثابت فبيبقى إما أنه هو يضطر أنه يشتغل هو وبعض أولاده وزوجته يشتغل شغله إضافي بحيث أنه يغطي هذا الفرق في العشر تلاف أو يقلص حياته ويعيش بطريقة تقضي العشر تلاف فقط لغير اللي هو المثل المصر الشهير على قد الحافظ طيب هل حد بيقدر يعمل ده ولو حد فكر هل فيه شغل يشتغله ولو اشتغل الشغل هيعاني وممكن يمرض ويتعب ومشوف يسعيد في حال فبالتالي الدولة إلى حد كبير بتعمل في مرات بيبقى عندها أبواب احتياطية أن يحط حاجة زي الاحتياطي في حالة الأزمات لكن احتياط تاني هي أن تعملي فتح اعتمادات إضافية في الموازنة وده ينعكس فيه الآخر على العجز بدل ما أنت كنت مستهدفها مثلا عجز 6% الفائد الأولي اللي احنا بنقول عليه بقى لا الفائد الأولي حاجة تاني خاصة الفائد الأولي طالما لو أنت عود ثلاث شهور من الموازنة العملة اللي هو الفائد النهائي هيكون بالعجز الفائد الأولي عبارة عن أننا الفرق بين المصروفات والإيرادات قبل خصم الضراء فأنا الميزة اللي في مصر للأمانة وزارة المالية عملها والحكومة قدلنا 3-4 سنين بنحق الفائد الأولي يتراوح ما بين 2% إلى 1% يعني إحنا عملنا الإيرادات بيت أكتر من المصروفات بس لما باجي أضيف أخصم الضرائب والحاجات دي كلها فبيبقى العجز لكن اللي أنا بتكلم عليه ده أن أنت بتحط لو أنت خدت فلوس من الاحتياط فتحت 8 جديد من الموازنة فبدل العجز ما كان هيبقى 5% هيبقى 6% بسبب وده اللي حصل في كل دول العالم في كورونا محدش كان متوقع أن في كورونا فجأة العالم كله أصيب بالشلل الاقتصادي الاقتصادات قفلت أو تعطلت جزئيا أو كليا فاضطرت الدول أن هي تدفع من فلوس زيادة الناس ما بتشتغلش وانت بتديها فلوس الفلوس اللي بتجيبها منين؟ بتطبع ورق الورق ده بيؤدي إوتوماتيك العيد إلى التدخل ولكن هو برضو في إطار تحمل الدولة لمسؤوليتها لدعم الأقل حظن فالدولة المصرية تحملت للأمانة في أجزاء كثيرة جدا خصوصا من الفترة الأخيرة جهد حقيقي لكن طبعا عمق الأزمة كبير كمان احنا دخلين على اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي مباحثات وربما يعلن بين رحظة أخرى فكل التجارب المماثلة بيبقى فيه تمن التمن ده هيدفع من اللي يدفعه لو لا هتدفع جزء المواطنة هيدفع جزء فالناس تبقى مدركة لأن هناك أزمة صعبة جدا 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 عالمية ومصر جزء من العالم تتأثر وتؤثر وكل شخص سيتحمل نصيبهم صحيح وهي تدعيات عالمية أو تدعيات المرحلة الحالية تحديدا ويمكن في كلام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي تحدث عن فكرة وثيقة ملكية الدولة وتحدث عن فكرة تخارج المشروعات وهنا ذكر السيد الرئيس المشروعات المملوكة للقوات المسلحة تحديدا وقال اللي عاوز يدخل يدخل ولكن بشرط واحد هو عدم تسريح عمالة يعني كان فيه نص واضح وصريح هو الحفاظ على العمال ويمكن ده اللي ترجم أيضا فيه قرارات الأمس بفكرة بحث آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت أو توقفت عملها بسبب الأزمة العالمية شايف القرار ده إزاي نصه مبارح من بين القرارات اللي حصلت وإيه هي الآلية اللي ممكن تكون موجودة لدعم هذه المصانع والشركات التي تعثرت الموضوع ده متفرع وفيه أكثر من نقاش لكن على الأقل أنا أظن أنه ممكن يبقى الخلفية بتاعت هذا الكلام كان عندنا تجربة في مصر تجربة في مصر في بداية الألفية في سنة 2001-2002 أيام حكومة عطف عبيت تقريبا الله يرحمه لما أنت عملت موجات كبيرة جدا من الخص خاصة جزء لأن أنت لم تكن قد اتفقت بوضوح مع المستثمرين الذين تقدموا للشراء فتم العصف عدد كبير جدا من العاملين في هذه المؤسسة طبعا بيبقى الأفضل أن أنت بيبقى فيه تفاوض في حالة الخص خاصة أو طرحها في البورسة أو بأي طريقة أو مساهمة أن أنت بتيجي بتتفهم عن المستثمر وضع العاملين إيه عشان لا تفاجأ بمئات الناس أو آلاف الناس بلا عمل وبلا عمل دي قنابل موقوط صحيح فبيبقى جزء من التفاوض وده كان الهدف الرئيسي من عمل هذه المشروعات للدولة تحديدا هو فكرة توفير فرص عمل بالضبط لأ ما هيجي طبعا المستثمر الخاص اللي هيجي اشتري يقولك طبعا أنا هشتري وقتها كان إيه أن أنا عايزة أشتري المراجل ولا شركة كذا ولا كذا الهدف هو الأرض أنت بتأخذ الأرض وترمي الناس وتبيع الأرض تسقاحها وتبيعها عمرات مش تواصل نفس النشاط فلو ببقى فيه التفاوض واضح ومحدد وحاسم أننا بستمر في نفس النشاط بشوف وضع العمالة أننا هاخد العمالة دي هحتفظ بها كما هي هدربها أهلها ويبقى ده جزء حتى من التمن بمعنى أننا لو هبع حالك بعشرة جنيه هبع حالك تسعة بس هتحفظ على العمالة خارج للدولة وإعادة إدارة هذه المشروعات من قبل القطاع الخاص ده الهدف أننا أزود يعني إحنا دلوقتي لم يعد مصطلح الخصصة سيء السمع لو اتعامل بالشكل المخلوب لا يوجد الأصل القطاع الخاص هو اللي بينفذ معظم 95% من عملية التنمية والدولة المصرية مشكورة في الفترة الأخيرة للموضوعية الحديث عن دعم القطاع الخاص بقى كبير وجيد جدا في مشكلة تاريخية وهي أن عدد كبير سمعة القطاع الخاص لأن عدد كبير من المصريين سيئة بفعل الدراما والثقافة وأنهما الناس حرامين لا مستحيح غالبية القطاع الخاص الناس بيعملوا في الظل إحنا بنتأثر ببعض السيار الخاصة بمجموعة من المنحرفين الذين أساءوا لفكرة الأعمال والاستثمار لكن ناس كتيرا اللي بيشتغلوا في الظل اللي بيوظف من أول خمس عمال حد خمس سلاح فيه كتير فيه مصانع ومستثمرين كتير جدا بيكتهدوا بيشتغلوا اللي شغالين فيها الناس المسألة ببساطة عندك 30 مليون عامل في مصر تقريبا وموازن قطاع العام والحكوم والقطاع الأعمال العام لا يوفر أكثر من خمسة مليون تقريبا والدولة الرئيس قلبه وضوح نحن عندما بطلنا نعين فبالتالي من اللي بيعينه وبيشتغل القطاع الخاصة فأنا دولي كدولة أننا أدعم هذا القطاع الخاص المنتج والملتزم أنه بيسدد الضراب والرسوم وكل حالة وبيشتغلوا التانيين وعقبه بالقانون بكل خور فبالتالي الدولة المصرية بتدعم دلوقت الوثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص بدأ يبقى حديث متكرر من أول مسؤول صغير لحد نهاية تعمل سيد الرئيس عبدالح سيسي وبالتالي علينا حتى الميديا والعلام يبدو نشجع أي رجل أعمال شريف بيعمل مصنع أو شركة أو حاجة بيوظف فيها ناس البديل لما بيوظف واحد الواحد ده بيعول خمس أفراد بدل من الواحد ده والخمس أفراد يبه هدف أن أنا أجيب له تكافر وكرر نعم لما أنا أدي له ويشتغل ده مشجع الإنتاج مشجع على المدى البعيد وفرص العمل له الهدف الأسماع للأقتصاد أن أنا عملت فرص عمل أكتر معناها فيه المجتمع مستقر فيه تصدير فيه عملة صعبة ما فيش مشاكل اجتماعية ولا اقتصادية كان النقاش في المؤتمر الاقتصادي أستاذ عماد من مختلف الاتجاهات ومختلف الأطياف كان أشبه بحوار وطني اقتصادي ده اللي احنا شفناه مشاركة المعارضة بأفكارها وبقراءها مشاركة مختلف الطائرات السياسية خرج لنا وجهات نظر مختلفة بيتم تطبيقها وإن كانت اتحطت في سياق قبل التنفيذ ما فيش بقى ناس بتشد وبتجذب وبتحاول تختلف احنا دلوقتي الناس اتفقت على شوية حاجات بيتم محاولة تنفيذها سريعا وإحنا شفنا بعد المؤتمر بيوم ابتدت تتنفذ بالفعل بعض القرارات منها طبعا العلاوة الاجتماعية اللي حصل الجزء الأساسي اللي احنا فاكرين الرئيس لما تكلم في اليوم الأول قال عبارة مهمة جدا عايزين الناس مع بعض وده شعر أو كلمة مهمة جدا جدا بتختصر حاجات كتيرة جدا أنا يعني تشرفت أن أنا عدو في مجلس مناء الحوار الوطن فمن شهر سبعة وإحنا فيه جلسات إجرائية لوضع القواعد التسعتاشر واحد زائد الأمين العام والرئيس الأمين الفنية المستشار محمود فوز وضيارة شوان النقاشات بين التسعتاشر أو العشرين واحد دول الموجودين بيمثلوا كل أطياف الشعب المصري تقريبا بطريقة أو بأخرى فبالتالي نقاشات الناس في البداية كانت متنشنة ومتشنجة ثم انتهى الأمر في الآخر أنه فيه علاقات إنسانية قوية أنه فيه تفاخم وعذر الناس المسافات الرابط لأن الناس تكلمت وده جزء مهم جدا فيه عرضية مشتركة حتى الشعار بتاع الحوار الوطني البحث عن مساحات مشتركة صحيح أنت بدأت الألية ربما كانت الألية السياسية الأبرز في مصر في السنوات الأخيرة أنت عملت فكرة مؤتمرات ثم منتديات الشباب ثم عملت المؤتمر الاقتصادي وفيه حوار الوطن أنك أنت بتبحث عن ألية سريعة ومنجزة في ظل أن الأحزاب السياسية في مصر ضعيفة إلى حد كبير والتربة السياسية الحزبية في مصر هشة للغاية فبيقت فيه الأليات دي اللي بتؤدي إلى ممارسة السياسة بطريقة ربما أكثر سرعة فلما الناس قعدت وتحدثت قدرنا مثلا نوصل لي وجهات نظر أحيانا الناس بيبع عندها حاجات طوبوية يعني بتتمنى حاجات كتيرة جدا مش عيب الناس تحلم وتتمنى بس مهمة جدا أنت تبعرف الواقع وهذه نقطة جوهرية والنقاش أفرز القدرة على معرفة إيه اللي يقدر يتنفذ في هذه المرحلة وكيفية تنفيذ رئيسي كان بيتكلم يقولك دايما إيه عايزين الناس تبعرف الواقع فلما يجي موظف يقول أنا عايز وهو الرئيس أهل أظن أنه ما فيش موظف يقدر يعيش أكثر بعشر ألاف جنيه بس الواقع إيه هي وهذه الفكرة لما نقرأ الواقع كويس لما يبقى فيه توصيات نعمل نفسها صحيح الواقع إيه والحلم بتاع إيه والمستقبل أنا شايف شكله إزاي وإزاي هنطافر وتتضافر كل الجهود علشان نقدر اللي إحنا نحقق الواقع ده ونحقق حياة كريمة لكل مصر ويعيش على أرض مصر الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة شروع وعضو مجلس الشيوخ بنشكر حياك فنم على وجودك مع أنا شكرا 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 شكرا